سلام من الله عليكم متابعين قناة امي المغرب علمت امي المغرب من مصدر مطلع ان عبدالوفي الفتيت وزير الداخلية وصل قبل قليل من يومه الاربعاء الى منزل والده المتوفى بتتوان من اجل حضور مراصيم الجنازة فأكد المصدر ذاته ان الفتيت وصل الى منزل والده المتوجد على مستوى شار محمد الدود رفقة ابنه موشرا الى ان اصدقاء الراحل وافراد اسرته حلوا بالمنزل لتقديم التعازي واشارت ذات المصدر ان والد وزير الداخلية سيورى جثمانه الطرى عصى يومه الاربعاء بمقبرة مدينة تتوان جادير بالذكر ان والد وزير الداخلية توفي فجر اليوم بمدينة تتوان بعد معانته مع المرض واشارت مصادر بريس تتوان ان المتوفى كان يقتن قيد حياته بالقرب من حي الطولع وسيتم دفنه بمقبرة تتوان شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر